السيدة مخالط تتفضل السلام عليكم أهلا وسهلا تفضلي أهلا يا دكتور عملي فضل ونعمة الحمد لله أنا يا دكتور أنا معي ابني يعني تعبان ما مهوتش أبوه خالص ما سمعش كلام أبوه تعبان 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 يعني تعبان أخلاقيا ولا تعبان نفسيا لا هو كان الأول قويس خالص وكان شاب بص كل حاجة فيه حلوة لغاية مثلا السنوار العامة لا لا هو مش بيدرس هو ساب المدرسة ما نقول أعدادي هو دلوقتي متجوز ومعود وبنت هو دلوقتي متجوز وعندوقتي وبنت دلوقتي اه فهو دلوقتي يعني مش مرايح عياله ولا مرايحنا ولا عامل أي حاجة كويسة في حياته عارفة ليه؟ اه حسس أنه تظلم يعني لا هو اللي تظلم نفسي يا دكتور هو اللي ماكملش هو اللي ماوديش يروح خالص شكرا شكرا ماشي أنا ما عنديش مشكلة أنا بقولك عن إحساسه مش بيكلمك على مين للسبب ده هو الراجل حاسس أنه هو عايش حياة أقل مما يستحق وانت بتحس كده أنه هو فيه سنة كأنه سنة كبر وكأنه مش عاجبه حاجة وكأنه الحياة كلها مش عاجبها لأنه حاسس أنه هو في وضعه مفروض يكون في وضع أحسن من كده صح كده؟ ماشي آه بس هو اللي عمل في نفسه كده ماشي والله يا مخالد أنا مش بقولك أنت السبب ولا بقولك باباها السبب بس خلينا نتفع على الحاجة عشان نشوفه عن نتعامل معاه إزاي؟ صح كده؟ ماشي طيب أنت بتقولي لي بقى نعمل إيه معاه؟ آه نعمل إيه معاه؟ آه هو دلوقتي محتاج شوقتين تلاتة أنه هو يدوق يحس بأنه هناك معنى لحياته هو شايف دلوقتي أن حياته مسروق منه وحيعيش حياة بلا معنى فأي حد بيجي في قصاده بيحس أنه هو بيزود الضغط عليه لأنه حاسس أنه هو مش قادر يعيش فنعمل إيه بقى؟ ببساطة خالص هنقعد معاه ونقوله تعالى مش هنقله إحنا مش إحنا اللي عملنا فيك كده لا نقعد معاه ونقوله تعالى عن ساعدك إزاي؟ أول مرة هيقول لنا خلاص أنتوا دمرتوا حياتي وما لكمش أنتوا تجيوا تتكلموا دلوقتي لا هنجي نقوله لا إحنا مصررين على أنه نساعدك شوفني ساعدك إزاي عايز ترجع تاني للدراسة تعال نرجع تاني للدراسة ما فيش مانع أن أنت تقعد سبع سنين تدرس ولا في أي حاجة ونساعدك ونقف جنبك لغاية ما تشوف ده أو أن أنت لو ما كانش ده تعالى نشوف إيه المجال من العمل اللي أنت بتحبه وتعالى نساعدك ونقف جنبك عشان تعمل عمل كويس إذن العيب لا في زوجته ولا في أولاده العيب في إحساسه بالظلم تعالي نخليه يخرج من إحساسه بالظلم ده ويامى ناس كتيرة جدا 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 بتحس أن الظرف القديم اللي عم ورت بيه ده هو الظرف اللي هم يجب أنه عاملوا الناس كلها به حتى لو كان الناس اللي موجودين معهم ما لهمش زنب سواء بقى كان أبوه أو أمه أو كان أولاده أو زوجته فتعالوا نرجع خطوة وراء نرجع معاه خطوة وراء وتعالوا نقوله تعالى ما عندناش مشكلة أن حياتك تبقى فيها نوع من أنواع التأخر لو أنت متصور أن أنت تتأخر سبع سنين تدرس مرة تانية وترجع تانية للدراسة وإنك أنت تعمل مشروع ممكن يخليك تحس بأنك أنت ما فتكش اللي فات الأمر الثاني المهم جدا خليه سمعني وأنا بقوله دلوقتي حبيبي الحياة ما بتقفش عن تحدي يعني الحياة مش خطوة وانتهت أنت بتحديد خطير اللي ربنا بمخبأولك إيه الحياة ليست واسعة كتير قوي قوي يا ما ناس كتير ما تعلموش وربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم مش بس فتح عليهم في الرزق لا فتح عليهم في راحة القلب وكمان فتح عليهم في الفوق في حياتهم فأنت ليه مغلق على نفسك ليه ديقت الحالة على نفسك الدنيا ليست واسعة قوي وكرم ربنا واسع الله سبحانه وتعالى عطاءه لا ينفز كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك في الله توكل على الله ويلا وكل اللي حولك بيساعدوك أن أنت تروح لمكان أفضل وتحقق فيه ما تستثمر به نعمة ربنا من الزكاء أكيد أنت زكي وأكيد إن شاء الله لو توكلت على الله حق توكله سيفتح عليك كل الأبواب الرزق وتوكل على الله يا سيد وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أرزقك من حيث لا تحتسب